موسيقى موسيقى في حديقة القصر الجمهوري ما كانش فيه غير ثلاث عربيات تابعة للحرس الجمهوري وعربيات اسعاف ومن وسط أمواج البشر اللي هو سعدين شريف يوار رئيس الجمهورية ونور فرغالي برضو يوار رئيس الجمهورية قدروا إن هم يخشوا نفس اللحظة حسين الشافعي وأنور السادات دخلوا العيادة عشان يلقوا نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الزعيم ورفيق السلاح والكفاح على باب العيادة اللي فيها الجثمان أربعة من زباط الحرس الجمهوري واقفين في منتهى الشدة لكن كل واحد من أربعة يعني غير أنا في الدموع موسيقى 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 بدأت الساعة سبعة ونصف في اليوم دوت تمانية من زباط الحرس الجمهوري من اللي عاشوا حوالين رئيس جمال عبد الناصر معظم حياته تقدموا علشان يحملوا النعش الرئيس اللي كان ملفوف في علم الجمهورية العربية وشالوا النعش ووصلوا بيه للقاعة الكبيرة اللي بتواجه مكتب رئيس الجمهورية حطوه على ترابيزة خضرة واربع من رجال الحرس الجمهوري يوقفوا حول النعش من قريب أنور السادات وحسين الشافعي وعلي صبري وحسن التهامي ومحمود الجيار مدير مكتب الرئيس لكل واقفش قادر يسيطر على دموع حتى أنه أنور السادات بص فوجد بعض رجال قوات السعقة اللي كان بيعتز بيها الرئيس جمال عبد الناصر وقفين بيبكوا يمكن دي كانت المرة الوحيدة يشوف فيها رجال السعقة بيبكوا وجات له مكالمة أنور السادات في الوقت ده بأنه الطريق المرور في شوارع القاهرة إلى مجلس قادر صورة حيثه كان مقرر أن تبدأ الجنازة ده أصبح عبور هذا الطريق شيء يكاد يكون مستحيل وحتى أنه الجماهير تجمعت حولينا عربية المدفع اللي هتشيل الجسمان وكانوا عايزين يكسروا العربية وقالوا أن إحنا عبد الناصر مش هيتشعل عربية المدفع هيتشعل على كتافنا ولكن تم السيطرة على الأمر وتم إبعاد الجماهير عن عربية المدفع موسيقى حصل التفكير في أنه يتم تغيير خط سير الجنازة بسبب الماليين اللي كانت في الشوارع القاهرة ولكن موقف بدأ يتحسن شوية حوالين مجلس قادر صورة وتم إخلاء المنطقة اللي حوالين فندق هيلتون وبدأ إعداد طائرات هيلوكيبتر طيارة تنقل أنهر سيدات وحسين الشافعي وعلي صبري اللي مجلس قادر الثورة غير الطيارة اللي هتحمل جسمان الرئيس جمال عبد الناصر بدأت اللحظات اللي رئيس الجمهورية يغادر فيها للأبد قصر رئاسة الجمهورية ويغادر فيها مصر ويغادر فيها الحياة كلها تقدم رجال الحرس الجمهوري من النعش وحملوه من مكانه أحد ضباط حرس الشرف سرخ بصوت يعني مرتعش انتباه وتشال النعش وأدى الحرس الجمهوري تحية العسكرية وتم تنكيس العلم وتوقف النعش أمام صارت إسعاف وفي اللحظة دي فيه أحد العاملين في القصر الجمهوري وكان يعرفه الرئيس عبد الناصر ويحبه وعكاشة اللي كان بيقدم القهوة سرخ في وسط الزباط كلهم وقال مع سلامة رئيس وحركت تعربية الإسعاف بجسمان الرئيس لمكان ترر الكبتر اشتركوا في القناة قامت الطيارة الكبتر رقم 1029 من القصر الجمهوري في القبة تحمل جسمان الرئيس جمال عبد الناصر في رحلته الأخيرة ووراها طيارتين الكبتر تاني في الطريق الطيارة حلقت بجسمان الرئيس بيته ثم اتجهت نحو أرض نادي الجزيرة وبدأت تنخفض وكلما كانت الطائرة تنخفض كلما كان يتعالى صراخ مئات الألاف وملايين من المصريين اللي كانوا موجودين وإيديهم مرفوع إنهم عايزين ينزلوا الطيارة بإيديهم وكل اللي بيهتف ناصر الوداع يا حبيب النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونزلوا أخوتي تحته لأننا كنا لازم نعمل زي ما الإسلام بيقول أخيراً بعد كل هذا العناء بكل هذه التضحية وتحمل المرض لسنين طويلة وتحمل التزمر من العرب رغم الدفاع الشديد عنه وحرسه البالغ على الحفاظ على وحدة القومية العربية ولكننا نرى أخيراً قلب الشعب المصري الذي خرج هائماً على وجهه يودع هذا البطل الذي قلم تنجب الأمة العربية مثل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر